بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى العالة الطيبين الطاهرين أنا دكتور محمد أبو الطيب ألتقي معكم بالمحاضرة الثانية من محاضرات دبلوما بطاريات الخزن في المنظومات الشمسية وهي المحاضرة الولد التي سيبتدئ فيها بعرض التفاصيل الفنية وستكون محاضرة هذه مدخلا عاما لهذا الموضوع هناك تصنيفات متنوعة للبطاريات التي نستخدمها في حياتنا العملي إذا ممكن تصنيفها بناء على السعات أو الحجم أو الجهد أو نوع الاستخدام أو طبيعة تركيبها الكيميائي والمواد المستخدمة فيها وعوامل أخرى ولكن وفقا لاستخداماتنا في منظومات الطاقة الشمسية خصوصا ومنظومات الطاقة المتجددة عموما فإننا نهتم بنوع محدد من البطاريات التي تدعى بالديب سايكل باتريس تمييزا لها عن البطاريات العادية المستخدمة في تشغيل السيارات أو العجلات البطاريات المعتادة في السيارات والشاحنات هي من نوع الشلو سايكل باتريس والتي يمكن أن تحثروا عليها في البحوث والمقالات المنشورة بتسميات أخرى مختلفة يمكن أن نجدها في الأدبيات المنشورة تحت أنوان ستارتنج باتري، كراكينج باتري، ستارتر باتري، هاي ريت باتري، ريجولر باتري وغيرها من التسميات وجميع هذه التسميات لها نفس الدلالة الآن ما هي الستارتنج باتري؟ يقصد بهذا المصطلح البطاريات التي تتم استخدامها لبدء تشغيل المركبات ويمكن استخدام بطاريات متنوعة كثيرة لهذه الوظيفة لكن الأكثر استخداما هي البطاريات الحاموضية ليد أسد باتريس الميزة الأساسية في هذه البطاريات قدرتها على تجهيز تيار أو قدرة عالية عند بيدي تشغيل السيارة أو العجلة ولكن تجهيز هذه القدرة العالية يتم لفترة سبنية قصيرة بضع ثواني فقط لحين اشتغال المحرك عندها يتم فصل البطارية يتم توظيف هذه القدرة العالية لضمان تدول المحرك واشتغاله طبعا هناك نوع مختلفة وحجام أيضا مختلفة واسعاد متنوعة لهذا نوع من البطاريات بحسب نوع المركبة أو العجلة المطلوب تشغيلها ولكنها بشكل عام تتفق جميعا بهذه الوظيفة الأساسية لها أما من أين جاءت تسمية الشلو سايكل باتريس في مقابل ديب سايكل باتريس في والله هذا الشكل أمامكم تعرف السايكل بأنها دورة واحدة من دورات الشحن والتفريق للبطارية كما ترونها في الشكل أمامكم عندما تكون البطارية ممتلية وفي حالة الاستهلاك يتم سحب الطاقة المخزونة فيها لعين تفريغها حينها يتم عدد شحنها وهكذا مرارا وتكرارا بحسب عمر البطارية في حالة بطاريات الشلو سايكل لا يتم تفريغ إلا جزء بسيط من الطاقة المخزونة في البطارية ممكن 10% أو 20% كحد نقصة ولا يتم تجاوز كالنسبة حفاظا على سلامة البطارية بينما في بطاريات ديب سايكل يمكن سحب حتى 50% من الطاقة المخزونة في حالة بطاريات الليد أسيت وفي حالة بطاريات الليثيو مايون يمكن سحب حتى 90% أو 100% من الشحنة المخزونة في البطارية وهذا هو السبب وراء تسمية هذا نوع من البطاريات بالديب سايكل باتريز الوظيفة الأساسية للديب سايكل باتريز هي تجهيز الأحمال المقلوب لغذيتها بالطاقة بطاقة ثابتة مستمرة لفترة طويلة اعتمادا على تصميم المظمومة وهذا بالضبط ما يعاكس عمل الشلو سايكل باتريز تستخدم هذه البطاريات خصيصا في المنظومات الشمسية والمتجددة خاصة منظومات الوفقريد أو منظومات الحايبريد حيث يتم تغذية الأحمال بالطاقة المخزونة والتي يتم شحنها في الأساس من الواحي الشمسية أو توربينات الرياء وبشكل المساعد من الشبكة الوطنية الآن بعدها نحدد من الاختلاف أو الفرق الوظيفي بين الديب سايكل والشلو سايكل أو الستارتينج سايكل ناتي الخلاف التركيبي والتصميمي وهو يكمن في أن سمك ألواح الرصاصة المستخدمة في المطارات الحاموضية من نوع ديب سايكل باتريز هي اسمك بكثير مما يمكن أن نراه في حالة الستارتينج باتريز والسبب يعود إلا أن فترة تفريغها للشحنة هنا طويلة قد تستمر لبضاء ساعات فهي تقوم بتجهيز سايار قليل ولكن فترة زمنية طويلة لذلك لابد أن تكون الوحة اسمك حتى لا تتآكل في أثناء مليئة التفريغ ولكي تستطيع هذه البطارية تحمل الشحنة بطاقة عالة بكثير كير مما نراه في حالة الستارتينج باتريز أما في حالة بطاريات الستارتينج باتريز فالواحها تكون أرق وأنحف بشكل كبير لزيادة المساحة السطحية المتاح وكذلك لجعلها خفيفة الوزن يمكن نقلها واستبدالها بسهولة وهذا ما تتطلبه عملية صيانة السيارات فلا يمكن تحميل لها بطارية ثقيلة جدا نأتي الآن إلى عمر الاستخدام والصيان لبطاريات ديب سايكل أعمار طويلة مقارنة بالستارتينج باتريز إذ يمكن هذه البطاريات العمل لمدة 500 إلى 1200 دورة شحن تفريغ ربما أكثر وحتى لفترات أطول بكثير وهذه قد تستغرق سنوات دون الحاجة للإستبدال ولكن طبعا هذا يعتمد على مستوى التفريغ في كل دورة شحن وتفريغ كما سأرض لها لاعقا في المحارات القادمة إن شاء الله وبالنسبة للبطاريات الحامضية لأن صيانتها باستمرار والتأكد من المتطلبات تشغيلها الصحيحة مثل مستوى الماء فيها يضمن بقائها طيلة العمر التشغيلي الافتراضي لها بطاريات السارتينج باتريز لها عمار أقل بكثير قد تطول إلى سنة أو حتى أكثر بحسب عدد دورات التفريغ وظروف الصيانة لها ودرجات الحرارة التي تعمل بها ولكنها بكل تأكيد أقل من عمار ديب سايكل باتريز طبعا هذا الكلام سيعتمد كثيرا بالنسبة لنوعية البطاريات على الجهة المصنعة ونوعية المواد المستخدمة في صناعات تلك البطاريات فالشركات التي تنتج بطاريات رديئة النوعية لأن يتم استخدام ديب سايكل أو سارتينج باتريز للعمر التشغيلي المتوقع لكل منها نأتي الآن للتطبيقات والاستخدامات يتم استخدام سارتينج باتريز في حالة السيارات التي تعمل بالوزين التي تحتاج إلى قدرة بدء التشغيل عالية وكذلك الآلات التي تحتاج أيضا إلى قدرة عالية للتشغيل أما البطاريات من نوع ديب سايكل فتستخدم مع السيارات الكهربائية والقوارب والعربات وعربات الجولف وكراسي المقعدين والرافعات الشوكية التي لا تحتاج إلى قدرة كبيرة لبدء تشغيلها من العوام المهمة أيضا الكلفة طبعا ستكون بطاريات ديب سايكل أغلى وأكثر تكلفة بكثير من بطاريات The Starting Patrice وملاحظت أن بطاريات ديب سايكل ليست نوعا واحدا هناك البطارات الحامضية المهموة وهناك بطاريات الـ AGM وغيرها من الأنواع وأسعار هذه الأنواع المختلفة تختلف كثيرا فيما بينها وهذا الجدوى يظهر مقارنة سريعة بين النوعين من البطاريات ننتقل الآن إلى سؤال من الأسئلة الشائعة في موضوع البطاريات هذه هل يمكن استخدام بطاريات ديب سايكل لتشغيل السيارة كدينا عن البطاريات التقليدية؟ طبعا إذا افترضنا أن الأحجام مناسب بين نوعين للإستخدام فإن الإجابة هي لا بطاريات ديب سايكل ليست مواهلة توفير مثل هذه القدرة العالي والتيار العالي المطلوب لفترة زمنية القصيرة المطلوبة لتشغيل السيارة فيها في العادة توفر تيار قليل محدود ولكن لفترات طويلة وحتى إذا استطاعت هذه البطارية توفير ذلك التيار وذلك القدرة لبدء التشغيل فإن هذا سيستنزفها بشكل كبير ويقلل من عمرها بشكل كبير أيضا كما أنه ليس من الحكمة ولا من التفكير الاقتصادي استخدام بطاريات قرية الكلفة يمكن أن تتجاوز كلفتها الألف دولار أو الألفين دولار كما في حالة بطاريات اليثم أيون مثلا في الحلول محال بطارية سعرها بضع عشرات من الدولارات ترون أمامكم محاضراتي القادمة إن شاء الله وستطرقون عن نوع بطاريات ديب سايكل وهذه أمامكم صور لديبلومة الإنفيرترات الشمسية وهي ثالث ديبلومة أنظمها في قناتي على اليوتيوب وهذه صور للديبلومة الثانية التي أقمتها في قناتي وكانت على هيدروجين الخضر وهذه الصور للديبلومة الأولى التي أقمتها وكانت على ممتل الواحي الشمسية وهذه الصور لبعض محاضراتي في قناتي العامة والتي تجاوز عدد المحاضرات فيها 270 محاضرة بإمكان لمن يرغب مشاهدتها وتحميلها وبإمكان من يرغب الاشتراك في قناتي الضغط على لوغو السورفر الذي ترونه في أسفل أمين الشاشة أمامكم لكي يصلكم كل جديد من محاضراتي وهذه صفحتي في فيسبوك ممكنكم التواصل معي من خلاله شكرا لكم واتمناتكم يا أمسي